السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ تلاميذ سنة السلسة ابتدائي دائما نستمر معكم في إطار إعدادكم إن شاء الله اجتياز امتحان في ظروف حسنة الحصول على نقاط جيدة في مادة اللغة الفرنسية اليوم عدنا من على الاستمرار في إطار واحد درس ديالله لكسيو القراءة والذي سنتلونه فيه اليوم الدرس اللي هو ديالله فهمين المجاعة كما كنت شوفوا دائما كان بدأوا بملاحظات ملاحظات ديالله وملاحظات يعني دائما كان دلوا ملاحظات بخصوص لصور اللي كتكون مرفقة بالنص كان شوفو هنا وحد مجموعة من ديال الأطفال أو ديال الأسار ما كانش نقص بالغداء اكسترا كان شوفو هنا الجفاف الأرض قاحلة هنأ أيضا وكذلك مجموعة من العائلات في بحث ملماء وهنا كان شوفو فيضناس وكان شوفو من أسباب ديال المجاة سنرى اللقاء في البدايك و نقصروا بسرعة نفهم لكم الجرس العربية كما العادة لكي تفهمs و تفهمت و تفهمت و تفهمت و تج BA لك هدنا كلها تجريف لها فامين فالتنظر العمل هي أكبر profile وانوتي ونحن تقدم في تقلق المجاعة هي أكبر الأزمة غداء يحدى خلالها ليس فقط الأطفال ولكن حتى الكبار يموتون من الجوع les gens ne parviennent pas à se nourrir ni à boire suffisamment pour rester en vie لأن الناس لا يمكنهم يوصلوا الغداء أو للماء لا يمكنهم يأكلوا بشكل كافي من أجل البقاء على قيد الحياة les enfants sont les premières victimes de la famine car ils ont moins de force que les adultes لأن الأطفال هم أولى ضحايا المجاعة لأن لايست لهم الاعتبار لايست لهم القوة مثل القوة البالغين أو الكبار selon l'Organisation des Nations Unies حسب منظمة الأمم متحدة c'est toute la corn de l'Afrique يعني كل الأمم من أجل البقاء في الأمم كالإرطاريا كالإرطاريا كالإثيوبية كينيا كينيا جيبوتي أو دولة الصومال التي تحتاج للماء لسبب السيشرة يعني أنها تفتقد للغداء بسبب الجفاف près de 12 مليون de personnes sont dans une situation de grave insécurité alimentaire هناك حساب حوالي 12 مليون شخص هما في واحد الوضعيين نقص للغداء أو الذين يعيشوا من أمن غدائي هذا يوجد من أحيانا التي تحتاج للماء المناطقية التي تحتاج للماء المناطقية التي تحتاج للماء المناطقية من المناطقية 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 لاحق المناطقية مجموعة المنطقة المنطقة اكتما مجموعة من الدول تحاول المنطقة 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 و يبني هذه الدقيقة. بالنسبة لدينا هذا النص بعد برنار و برتران كوريج للمند و ليس لديك جاريزة بداخل جيو 2011 هذا يبني بالنسبة للصوار نحن نرى فكيف تتطور الاتفا هو الفامين المجاعة كيف تتطور الاتفا مثل الصوار سيجرس نحن و الفا نحن نرى كيف تتطور الاتفا اكثر الاتفا ما هي علاقة بين الصور وبين هذا النص يعني لكي خيز أليمانتر لكي خيز أليمانتر أسباب الأزمة الغداء وأزمة الغداء ما هي المعلومات التي نجي لها في هذا النص ونجد من المعلومات مع المعلومات لها علاقة بالمجال نستمر في النص كما مرحبت لكي خيز أليمانتر ما هي المجال ما هي المجال 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 أصلاح أننا في نص فيما يرتدي الآن من الآن الأمر من الزكرة ومس My Lathe مؤمن المؤمن المعرفة واحدة من المنحين فهو مح jako محيش في فترة كن المنحين تحريرون من المجدد لذا انهم في فترة الكثير من المنحين لأن قواتهم أقل بالمقارنة مع البالغين أو الكيبار ما هي أسباب المجاعة في الصومال؟ قال لنا في النص سيئة ساشخيس يعني توالي سنوات الجفاف ما هو الزمن الغالب في هذا النص؟ هو سيئة الإنديكاتف ما هو التوبة؟ هو سيئة الإنديكاتف لكي أعطينا أفكار ومعلومات حول المجاعة بصفة عامة كي أردت أن تدوى هذا التكس؟ يعني ماذا فهمت أو أخذت من هذا النص؟ لافامين هي كوز؟ أخذناها بالمجاعة وأسبابها سيئة أخرى كوزة الإنديكاتف نتحدث عن بعض الأسباب أخرى دي المجاعة كالا بفراتي الفقر لو قسم بياج دي رسورس ناتريل يعني تبدير الموارد الطبيعية بحل الماء ولكن إذا قلت تدونيك تكس؟ لأجبكم على التكسيات لكي أشخاص بإنسانة إعطاء أخرى لافامين هي ضرورة وتأكد من الماء ويصبح المواد الغذائية على صورة الماء بسبب التصحور ويصبح التصحور ويصبح التصحور ويصبح التصحور ويصبح التسحور شكرا على انتباعكم لا تنسوا تقسم هذا الفيديو في طرق قناتنا جميع في نجاح الدراسة المهانية مع الأصدقاء ديركم لا تنسوا تقلينا التعليق وتعبروا على الإعجاب ديركم شكرا لحسن الإنسات والمتابعة والدرس اللحظة